وَقَذَارَةُ الْوَلَدِ مِنْ قَذَارَةِ أَبِيهِ إنها القذارة العقائدية السيستانية هذا هو الجزء الأول من الكتاب الذي عنوانه وهو بحوث في شرح مناسك الحج محمد رضا السيستاني إنه مرجع المستقبل دار الفقه للطباعة والنشر وهذه هي الطبعة الثانية ألف أربعمية واحد وأربعين هجري قمري قموا المقدسة صفحة اثمانين من الجزء الأول يمكنكم أن تعودوا وتقرأوا كل التفاصيل سأذهب إلى موطن الحاجة من كلامه وعليه فلم يثبت أن الاعتقاد بالولاية أعظم من الاعتقاد ببقية الفرائض هو تحدث عن الصلاة والصيام والحج وعليه فلم يثبت أن الاعتقاد بالولاية أعظم من الاعتقاد ببقية الفرائض ثم يقارن بين الولاية والصلاة إلى بقية كلامه هذا المنطق العقائدي القذر الوسخ من أين جاء؟ جاء من نفس هذه الحوزة النجفية الوسخة القذرة التي لا تمتلك جهاز المناعة العقائدي ما فيها من براءة فكرية والولد على سر أبي والسستاني على سر أستاذه الخوئي والقذارة هي القذارة والوسخ العقائدي هو الوسخ قارنوا بين هذه المزبلة وبين ما عرض في هذا البرنامج من مضمون بيعة الغدير من مضمون الاعتقاد بالولاية والإمامة ومن أن الإمامة المعصومة هو أصل الأصول هو ديننا هو حقيقة ديننا قارنوا بين منطق محمد وآل محمد ما عرضته لكم ما هو من عندي عرضت لكم قرآنهم المفسر بتفسيرهم وحديثهم وأدعيتهم وزياراتهم هذا هو الذي وضعته بين أيديكم ما جئتكم بكلام من عندي أو بكلام من غيري من أبناء البشر هو قرآنهم وحديثهم فقط قارنوا بين هذه المزبلة وبالمناسبة هذا الكتاب يعده شهادة لمرجعيته والمراجع الباقون الغبران الشياب الباقين الشياب الباقين يحصدونه على أنه ألف موسوعة في أحكام الحج وهو يفتخر بهذا الكتاب المزبلة العقل الذي يستخرج عقيدة بهذا الضلال هل يستطيع أن يستنبط الأحكام بشكل صحيح هذا هو مرجعكم في المستقبل وأنتم ما شاء الله تتنقلون من قمامة إلى قمامة ومن مزبلة إلى مزبلة هذا المنطق قارنوه بمنطق الزيارة الجامعة الكبيرة وذل كل شيء لكم كل شيء في عالم التكوين وفي عالم التشريع فكيف تتفوق الفروع التي هي في حاشية دينهم تتفوق على ولايتهم التي هي الأصل هذا هو المنطق الخرائي العقائدي في حوزة النجاف هذا هو منطق الخرائي العقائدي هكذا يعلمونكم وهكذا يعدون المراجع لكم هذا مرجعكم المستقبلي وهذا هو الذي يقودكم الآن في دينكم ودنياكم بهذه العقيدة بهذا الضلال هنيئ لكم هنيئ لكم بمراجعكم هؤلاء وهنيئ لكم بهذه العقائد الخرائية وبامتياز إنها العقائد الخرائية بامتياز هذا هذا الخراء من هذا الخراء من خراء ما قرأته عليكم قبل قليل من نفس الكنيف أخوه محمد باقر السيستاني ما هم على سر عقيدة أبيهم رجاء اعرضوا لنا التسجيل الصوتي الذي يتحدث فيه محمد باقر السيستاني محمد رسول الله صلى الله عليه وآله 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 هم القتة المصطفات من هذه الأمة وآله وآله مقوم بالدين هذا فيه وآله تأمون بالمنع واضح في الحقيقة و لیکن و بعد الالتفاق إلى ذلك حين يدين يقع تزاخم خلاف فيما لفرد وقع تزاخم في هذا العام واندار عمر العام شخص مين ان يكون في بيعت يقش ان تجزول اعتقاد وفي بيعت يقش ان يؤثر على صلوك العملية ونفر وذالك بقصور لا بتخصير و في هذا الحال راهرن البناء على ترجیح الولاية على الفروع محل تأمون وعن اهمیت الصلاة رسوم والحج ونحوه بما يبدو من مجموع النصوص دعائم الإسلام العملية ونحو قد يكون فوق اهمیت الولاية نعم قد يحتج لذالك بما ورد في رئي لحديث دعائم الإسلام بعد ذكرها من ان الصلاة والصوم والحج والزکاة والولاية ولم يناده على ان الولاية لو رقع الاخلال بها عن قصوره يكون انه في الحقيقة اهم من الاسلام غبي هذا غبي اثول هذا الحديث الذي اشار الى ذكر يوم الغدير يكون اقوى في الدلالة انا لا اريد ان اناقش هذا الغبي لكنكم انصدتم الى حديثه فهو قد حذف الولاية والامامة من اصول الدين من اصول الاسلام وهذا الامر ليس خاصا به هذا منهج ابيه ومنهج سائر مراجع النجاف حينما يتحدثون عن ان الامامة من اصول المذهب يعني انها ليست من اصول الدين انما يضحكون عليكم يقولون لكم من ان اصول الدين خمسة بعد ذلك يقولون من ان الامامة ليست من اصول الدين هي من اصول المذهب يعني انها من الفروع وهذا هو الذي يتحدث عنه اسحاق الفياض المرجع الاقرب الى مرجعية السيستاني ولذا في المسائل الاحتياطية يرجعون اليه هؤلاء هم مراجعكم اعرضوا لنا الفيديو الاول الذي يتحدث فيه اسحاق الفياض في دروسه في دروسه الحوزوية ويثبت لطلابه من ان الامامة من ان معرفة الامام ليست من اصول الدين وانما هي من فروع الدين فایزا من لم يؤمن بالله ولا برسوله فلا يجب عليه معرفة الامام فإن معرفة الامام من اهم الواجبات الفرعية فإذا لم يجب معرفة الامام فبتبیعة الحال لا يجب عليه صائر الاحكام الفرعية ايزا فإن من لم يؤمن بالله ولا وبرسوله فلا يجب عليه شيء من الاحكام الفرعية وفي مقدمتها معرفة الامام عليه السلام معرفة الامام فإذا هذه الصحيحة تدل على أن الكفار ليس مكلفين بالفرعية فإن لا يؤمن بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم فإذا لم يؤمن برسالة رسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم فلا يجب فلا يكون مكلفين بالفرعية وفي مقدمة في مقدمها المعرفة الامامة فإذا هذه الصحيحة تدل على هذا أحذو عقائدكم من الخرط هذا هنيئا لكم يا أيها الشيعة واستمرارا مع هذا الخرط رجاء اعرضوا لنا التسجيل الصوتية الثاني ورسالته مجتملة على جميع الأحكوم وبمقدمتها الإمامة معرفة الإمامة وسائر الأحكوم الشرعية فإذا معرفة الإمامة ليست في طول معرفة النبي الأكرم ومعرفة الرسالته خواية الهامر أن معرفة الرسالة من الوصول ومعرفة الإمامة من الفروعة من الفروعة وأيذن معرفة الرسالة لا تكون مشروطة بشرط معرفة الرسالة فعلية يجب على الناس فعلا لأعتراف برسالة نبي الأكرم والإيمان بها وأما معرفة إمامة وصائل الأحكام الفرعية طبعا مشروطة بشرط مشروطة بشرط فإن فإن جعل الأحكام في عرز ووحدة جعل وجوب معرفة النبي الأكرم وجعل معرفة إمامة وسائل الأحكام الفرعية في عرز ووحدة وأما معرفة النبي الأكرم وجوه فعلي والإيمان بها فعلي وأما وجوب معرفة الإمامة وسائل الأحكام الفرعية جعلي فقط في مرتبة الجعل وفعليتها مشروطة بشرط فهو الإسلام سمعت هذا التمضرط سمعت وزين هو هذا دينكم هذا هو العلم والفقاهة والتحقيق والاجتهاد في مدينة الاجتهاد والمجتهدين هو هذا التمضرط هذا من سنة أربعمية وثمانية واربعين هذا التمضرط شغار من سنة أربعمية وثمانية واربعين للهجرة إلى هذه السنة إلى ألف واربعمية واثنين واربعين من ذاك اليوم إلى هذا اليوم إحنا على هرن أطحين شناعة يجينا هذا الشاي بمضرط يولي يموت يجي وراء آخر مضرط وهكذا هذا هو واقع حوزة النجف كتبهم تتحدث عن ذلك كتبهم موجودة من زمان الطوس وإلى يومنا هذا كتبهم دروسهم موجودة الآن في زماننا صارت معرفة هذه الأمور ليست عسيرة بإمكان الإنسان أن يستكشف حقائق هذا التمضرط الوسائل متوفرة لديكم لا تعتمدوا علي أنتم ابحثوا بأنفسكم ستصلون إلى الحقيقة وستعرفون أنكم مضحك أنكم مهزلة العلاج الوحيد لكم البراءة الفكرية تبرأوا من منهج هؤلاء تبرأوا من منهجهم تبرأوا من عقائدهم نظفوا عقولكم ورؤوسكم وقلوبكم من قذارات هؤلاء هؤلاء يضحكون عليكم تلك هي مشكلتكم ما هي مشكلتي بالنسبة لي الأمر واضح عندي ولست مبتلا بهؤلاء لا شأن لي بين وليس اليوم منذ زمن بعيد لا شأن لي بين لا من قريب ولا من بعيد هذه القضية ليست منحصرة بالأمثلة التي أوردتها لكم أنا لا أستطيع أن أضع كل شيء بين أيديكم في حلقة واحدة لكنني وضعت الكثير والكثير من هذا التمضرط بالوثائق في برامج المنتشرة على الشبكة العنكبوتية بإمكانكم أن تعودوا إليها بإمكانكم أن تتابعوا هذه الشاشة وستعرفون الحقيقة لهذا السبب يمنعونكم أن تشاهدوا هذه الشاشة ويبذلون قصارى جهدهم أن يحولوا فيما بين هذه الشاشة وبينكم الحلقات من الحلقة الثامنة والثلاثين إلى الحلقة الخامسة والأربعين من هذا البرنامج من برنامج الخاتمة هي متوفرة على الإنترنت بإمكانكم أن تعودوا إلى مشاهدتها كي تطلعوا على جانب من قبائح حوزة النجف وعلى جانب من قبائح السيستاني ومرجعيته بالوثائق 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 من الحلقة الثامنة والثلاثين إلى الحلقة الخامسة والأربعين من برنامج الخاتمة عودوا إلى مجموعة الحلقات هذه واتطلعوا على تفاصيلها كي تعرفوا حجم القذارة والنجاسة العقائدية والدينية التي يحملها هؤلاء من السيستاني إلى البقية بالوثائق بالوثائق ليس افتراء على أحد وكذبوني كذبوني ولو بلقمة كذبوني ولو بحرف واحد عودوا وتفحصوا الحقائق بأنفسكم كتبوا دراسة العقائد في حوزة النجف عقائد الإمامية للمظفر شرح الباب الحادي عشر للمقداد السيوري والنص في أصله للعلامة الحل شرح التجريد للعلامة الحل والنص في أصله لنصير الدين الطوسي هذه الكتب هي الكتب المعروفة لدراسة العقائد في حوزة النجف في الحوزات الشيعية عموما قد يضيفون إليها كتابا في الفلسفة في بعض الأحيان لكن الكتب العقائدية الأصلية هي هذه أقول للذين يعرفون خبرتي في المكتبة الشيعية لا أحدث الجميع أحدث الذين يعرفون خبرتي الواسعة والواسعة جدا في المكتبة الشيعية عموما وفي الكتب العقائدية خصوصا فإنني أزعم أنني على طلاع واسع ودقيق في كل ما كتب في موضوع العقائد منذ بداية الغيبة الكبرى وإلى يومنا هذا وأعتقد أن هذا الأمر واضح لمن يتابع برامج أقول للذين يثقون بخبرتي هذه الكتب كتب شركية بحسب موازين أهل البيت هذه كتب عقائدها معتزلية المنهج فيها منهج اعتزالي صرف لا أقول لكم بدرجة 99.99% بدرجة 100% ولذلك يدرسونها في الحوزة لأنها حوزة معتزلية ولذا مراجع النجف يرجعون الشيعة إلى هذه الكتب لأن مراجع النجف يحملون عقائد معتزلية إنها عقائد طوسي ما بين التشفع والاعتزال ولا أثر لعقائد محمد وآل محمد التي بيّنها قرآنهم المفسر بتفسيرهم وحديثهم المفهم بتفهيمهم هذه كتب أُلِّفت وفقا للمنهج الاعتزالي وهي كتب شركية بامتياز تخالف منهج العترة الطاهرة لذا يصرون على إبقائها وعلى تدريسها هذا الكلام ما هو بمهاترة إعلامية هذه مسؤولية عقائدية وشرعية سأسأل عنها أنا أتضرر دنيويا بسبب هذا الكلام وأدفع الضرائب تلو الضرائب أعرض نفسي وأسرتي للمخاطر بسبب هذا الكلام أضيق على نفسي دائرة حياتي ودائرة عيشي وحق الزهراء لكن الواجب الشرعي يفرض علي أن أخبركم بالحقيقة الكاملة فما يتعلمونه أصحاب العمائم في حوزة النجف يتعلمون العقائد وفقا للمنهج الاعتزالي قد تقرؤون هذه الكتب وتجدون فيها مفردات صحيحة أو تجدون بعض النتائج الصحيحة ما أنا حدثتكم في يوم أمس من أن المناهج الضالة قد تنتج مفردات صحيحة وقد تنتج نتائج صحيحة كما أن المناهج المهتدية قد تنتج مفردات خاطئة لكننا أمرنا أن نتمسك بالمنهج المهتدي وأن نتبرأ من المنهج الضال حينما أتحدث عن هذه الكتب من أنها كتب ضلال بدرجة مئة في المئة إنني أتحدث عن منهجها وقد جئتكم بمثال فيما تقدم من حديثي في أجواء البراءة جئتكم بكتاب البخاري مثالا قلت لكم من أن الأحاديث في صحيح البخاري هناك البعض منها بنفس الألفاظ موجود في كتبنا ونحن نعتمده وهناك من الأحاديث ما هو موجود بنفس المضمون في كتبنا ونحن نعتمده المشكلة ليست في مفردات صحيحة أو مفردات خاطئة المشكلة في المنهج مشكلتنا مع صحيح البخاري في منهج البخاري نفسه وفي منهجه في القبول والرفض والجمع للأحاديث مشكلتنا في المنهج وليست في المفردات فهذه الكتب ربما إذا رجعتم إليها ووجدتم آيات من القرآن وأحاديث من أحاديث العترة الطاهرة ووجدتم ذكرا لمحمد وآل محمد تقولون هذا كلام حق أنا لا أتحدث عن المفردات أتحدث عن المنهج ووالي من واله وعادي من عاده حديث عن المنهج وليس عن المفردات بيعة الغدير بيعة على المنهج وليست بيعة على المفردات المفردات ستأتي بعد ذلك قد تأتي بلسان التقية لظرف استثنائي وبعد ذلك نحن نتركها في الزمن الذي لا تقية فيه قد تأتي بلسان المدارات تتناسب مع طبقة معينة من الناس طبقة أخرى لا تصح تلك الأحاديث في حقها هناك وقائع خاصة لها ملابسات خاصة بسبب ظروفها الموضوعية ما جاء من أحاديث فيها لا نعمل به لأنها ترتبط بواقعات خاصة المفردات ليست مشكلة بالنسبة لنا المشكلة في المنهج فهذه الكتب ألفت وفقا لمنهج ناصبي صرف بدرجة مئة في المئة أتحدث عن عقائد الإمامية للمظفر أتحدث عن شرح الباب الحادي عشر الأصل للعلامة الحل والشرح للمقداد السيوري أتحدث عن كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد الأصل لنصير الدين الطوسي تجريد الاعتقاد والشرح للعلامة الحلي والكتب التي تماثلها في العقائد في حوزة النجف كلها من دون استثناء ألفت وفقا لمنهج معتزلي ضال بدرجة مئة بالمئة وهذا الأمر يعكسه المراجع في المقدمات المقدمات العقائدية أو الملحقات العقائدية التي يلحقونها برسائلهم العملية على سبيل المثال المقدمة العقائدية التي كتبها المرجع المعاصر شيخ بشير النجفي مقدمة ضالة لأنها تعتمد نفس المنهج المنهج الاعتزالي منهج علم الكلام مقدمته التي كتبها لرسالته العملية مقدمة في أصول الدين هو الآخر يعد الإمامة من أصول المذهب ما هو الخراء هو الخراء قلت لكم يأكلون ويشربون في عقولهم وقلوبهم من كنيف واحد من نجاسة واحدة الأمر هو هو في المقدمة التي كتبها محمد الشيرازي لرسالته العملية الخراء هو الخراء المنهج الاعتزالي والبناء والبناء على أن أصول الدين خمسة والخراء هو الخراء في المقدمة العقائدية التي كتبها صادق الشيرازي المرجع المعاصر أبقى مقدمة أخيه تبناها تبناها على حالها جعلها مقدمة لرسالته العملية وكل الذين كتبوا مقدمات عقائدية أو ألحقوا ملحقات عقائدية برسائلهم العملية الخراء هو الخراء العقائدي نفسه المنهج الاعتزالي علم الكلام الناصبي هو هو مشكلتنا هنا مشكلتنا في المنهج لكنني لا بد أن أنصف هؤلاء فإنما كتبه محمد باقر الصدر في مقدمة رسالته العملية الفتاوى الواضحة كان أقذر وأقذر 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 إلى أن ينقطع النفس من الذي كتبه بشير النجفي ومحمد الشيرازي وصادق الشيرازي والبقية لحد الآن لم أقرأ نصا قذرا ناصبيا بعيدا عن منهج العترة الطاهرة كالذي كتبه محمد باقر الصدر في مقدمة الفتاوى الواضحة وهو يطبع في كراس صغير المرسل والرسول والرسالة لكنني بعد ذلك وجدت ما هو أقذر من الذي كتبه محمد باقر الصدر سأخبركم بعد الفاصل ترجمة نانسي قنقر